السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء طلاب الصف السادس الابتدائي اهلا بكم درسنا اليوم فضاء العينة تحدثنا من الدرس السابق عن معنى فضاء العينة بانه مجموعة جميع النواتج الممكنة عند اجراء تجربة فكرة الدرس هو انشاء فضاء العينة باستعمال الرسم الشجري او القائمة المنظمة او مبدأ العد مثال الطريقة الاولى في ايجاد فضاء العينة هي استعمال القائمة المنظمة كيف نستعمل الطريقة المنظمة لايجاد فضاء العينة نقرأ المثال مع بعض بيقول لي تم اختيار الطلاب الثلاثة المبينة اسماؤهم لتمثيل الصف السادس في رحلة مدرسية اسماء الطلاب فصل وعلي وماجن يرغب هؤلاء الطلاب في ان يجلسوا متجاورين في الحافلة الثلاثة طلاب يرغبوا في الجلوس بالجوار بعض فبكم طريقة مختلفة يمكنهم الجلوس ببساطة احنا هنمثل لكل واحد فيهم اسم فصل هنرمز له برمز الفاء علي هنرمز له برمز العين ماجد هنرمز له برمز المين لو نفترض في البداية ان فيصل هو اللي بيجلس في الكرسي الاول وبيجلس بجواره علي ثم ماجد الطريقة الثانية ان فيصل بتركه في نفس مكانه علي وماجد ببدل الاماكن بينهم خلي ماجد هو اللي في الكرسي الثاني وعلي في الكرسي الاخير ليه سميت الطريقة دي بطريقة القائمة المنظمة لاني وانا بحل المسألة وانا بكتب الاجابات بتاعتي والنواتج الممكنة بكتبها بنظام يعني لاحظ معايا فيصل هنا في البداية وفيصل لسه في البداية واللي بيتبادل الاماكن علي وماجد خلصنا فيصل ندخل بعدها على واحد من الاثنين نخليهم هو اللي يجلس في البداية ثم نبدل الاماكن بين الاثنين الاخرين وليكن مثلا علي يجلس في البداية ثم فيصل ثم ماجد نفس الكلام هنسبت علي في البداية ونبدل بين فيصل وماجد بنفس الطريقة مين بقيلنا يا ابطال أيوة اللي بقيلنا ماجد نخليه هو اللي يجلس في البداية ثم فيصل ثم علي ماجد أيضا يجلس في البداية ونبدل الاماكن بين فيصل وعلي لو جنا نلاحظنا الحين عدد الطرق المختلفة التي يمكنهم الجلوس بها طريقة الأولى طريقة الثانية طريقة الثالثة الرابعة الخامسة السادسة إذن يظهر عندي ست طرق مختلفة لجلوس فيصل وعلي وماجد بجوار بعضهم البعض نحددها كده عشان تبقى ظهرة معايا وبقى عارف في النهاية شغلي إيه اللي حصل فيه طيب نشوف مثال تاني تحقق من فهمك وأتمنى زي ما قلنا من قبل إن الكتاب يكون موجود معاك وتفتح الكتاب على صفحة 122 وتوجه في الفيديو شوية وتحاول تحل المسألة بيقول لي هنا ما عدد الطرق المختلفة الممكنة لاختيار طبق من الدجاج وطبق مقبلات إذا كان بإمكانك اختيار الدجاج إما أن يكون مطبوخا أو مشويا يبقى عندي نوعين من الدجاج إما أن يكون الدجاج مطبوخ أو مشويا اختيار المقبلات من الحمص أو السلطة يبقى أنا الحين دخلت المطعم مخير بين نوعين من الدجاج إما أن يكون الدجاج عندي مطبوخ أو مشويا المقبلات اللي متاحة بالنسبة لي الحمص والسلطة المطلوب مني دلوقتي إن أنا أعرف عدد الوجبات المتاحة لاختيار وجبة منهم أتمنى توقف الفيديو شويا وتحل المسألة وتحول توصل للإجابة وترجع معي الحل طيب أول شي أنا عندي نوعين من الدجاج الدجاج مطبوخ الدجاج المطبوخ هاخد معايا مرة حمص والدجاج المطبوخ هاخد معايا مرة سلطة طيب الدجاج المشوي هاخد معايا مرة حمص والدجاج المشوي باخد معايا مرة سلطة يبقى في الحالة دي أنا أصبع عندي عدد النواتج الممكنة أو عدد الوجبات المتاحة لية في الاختيارات أربع أصناف إما أني أخذ دجاج مطبوخ مع حمص أو دجاج مطبوخ مع سلطة أو مشوي مع حمص أو مشوي مع سلطة سلطة يبقى أربع وجبات فهمنا الطريقة الأولى الطريقة اللي احنا سويناها الحين اسمها الطريقة القائمة المنظمة لاحظ ان احنا بننظم اختياراتنا وبناخد الاختيار السابت في البداية المطبوخ وباخد معايا مرة حمص ومرة سلطة المختيار الثاني ماشوي مرة حمص ومرة سلطة ولذلك سميت الطريقة بالقائمة المنظمة طيب ندخل على الطريقة الثانية اللي هي طريقة الرسم الشجري وأعتقد ان احنا عندنا معلومة عنها شوية واللي ما عندوش معلومة يركز معايا هي بسيطة ما فهاش مشكلة ركز معايا هتلاقيها سهلة جدا أسهل كمان من طريقة القائمة المنظمة نقرأ السؤال مع بعض استعمل الرسم الشجري لإيجاد عدد الطرق الممكنة لاختيار علبة مسلجات إذا أمكن الاختيار من بين حجمين من العلب إما أن يكون الحجم كبير أو متوسط يبقى أنا عندي نوعين من الحجوم العلب إما أن تكون حجمها كبير أو حجمها متوسط وعدد النكهات إما أن يكون النكهة الأولى بالشوكولاتة أو الفراولة أو البندق عايز أعرف عدد الطرق الممكنة لاختيار علبة مسلجات من بين هذه العلب في البداية أنا عايز أمثل لكل كلمة منهم برمز لأن الرسم الشجري بياخد مني كتابة كتير شوية فهنسهل على بعض الأمور ونخلي كل كلمة منهم برمز أنا حرمز للبداية للكلمة كبير الحرف الكاف متوسط بالحرف الميم دي الأحجان طيب النكهات شوكولاتة هرمز لها بحرف الشين فراولة هرمز لها بحرف الفاء بندق هرمز له بحرف الباء يبقى أنا الحين حاولت أن أنا أبسط على نفس المسألة هو المسألة بسيطة خالص مفقاش أي مشكلة أنا عندي نوعين من الحجوم إما أن يكون الحجم اللي عندي كبير وإما أن يكون الحجم اللي عندي متوسط طيب كل حجم منهم بيطلع لي بثلاث نكهات الحجم الكبير بيطلع بالنكهة الشوكولاتة أو بنكهة الفراولة أو بنكهة البندق طيب الحجم المتوسط برضو بيطلع بثلاث نكهات بنكهة الشوكولاتة أو بنكهة الفراولة أو بنكهة البندق يبقى أنا الحين تلاحظ كأنها فروق شجر متفرعة من بعضها ولذلك سميت بالرسم الشجري طيب يبقى في النهاية أنا عندي الاختيارات المتاحة بالنسبة لي إما أني أخذ حجم كبير بطعم الشوكولاتة أو حجم كبير بطعم الفراولة أو حجم كبير بطعم البندق أو أني أخذ حجم متوسط بطعم الشوكولاتة أو حجم متوسط بطعم الفراولة أو حجم متوسط بطعم البندق يطلع عندي عدد الخيارات المتاحة بالنسبالي لاختيار علبة مسلجات نعدهم 1, 2, 3, 4, 5, 6 يبقى أمامي 6 طرق ممكنة لاختيار علبة مسلجات يبقى طريقة الرسم الشجري معتمدة في الأساس على كأني بطلع فروع شجر من كل كلمة موجودة أو من كل حرف موجودة أمامه السؤالي اللي باعديه الطريقة الثالثة والأخيرة في درسنا اليوم اللي هي مبدأ العدل الأساسي مبدأ العدل الأساسي أنا باعتبرها أسهل طريقة في الثلاث طرق لإيجاد عدد نواتج تجربة معينة كيف أطلع عدد النواتج الممكنة باستخدام مبدأ العدل الأساسي هنشوف مع بعض السؤال بيقول لي ألقي مكعب أرقام وأدير المؤشر الدوار لكرس مقسم إلى أربعة أجزاء متساوية يبقى أنا في البداية عندي مكعب أرقام حد كده يذكرني مكعب الأرقام مكوة من كم وجه وعدد النواتج فيه كام ممتازين عدد النواتج في مكعب الأرقام ستة في الحالة دي عدد النواتج أو عدد فضاء العينة في مكعب الأرقام ستة نركز في اللي أنا بقوله عندنا الحين مؤشر دوار مقسم إلى أربعة أجزاء متساوية الأجزاء هي ألف وباء وجيم وداء أربع أجزاء تخلي بالك أربع أجزاء استعمل مبدأ العدل الأساسي لإيجاد العدد الكلي للنواتج الممكنة مبدأ العدل الأساسي بيعتمد على عملية في غاية البساطة بتجيب العدد النواتج في التجربة الأولى وعدد النواتج في التجربة الثانية وتضربهم في بعض يصير ستة درب أربعة يساوي أربع وعشرين ناتج أو أربع وعشرين طريقة ممكنة طيب وصلت يا ابطال يبقى أسهل طريقة عندي لإيجاد فضاء العينة هو مبدأ العدل الأساسي نجيب هنا عدد النواتج في التجربة الأولى وعدد النواتج في التجربة الثانية ونضرب العددين في بعض يطلع للعدد الناتج لفضاء العينة كاملا أول سؤال في تأكد صفحة مية أربع وعشرين كتابك موجود أمامك وتركز معايا ولو تعرف توجف الفيديو شوية وتحول تحل المسألة وبعدها تراجع معايا الإجابة بتعطي طيب بيقول لي بكم طريقة يمكن أن يصطف رائد وقاسم وفؤاد أمام طولة أمين المكتبة لتشجيل الكتب التي يرغبون في استعارتها عندنا تلات طلاب رائد وقاسم وفؤاد ذهبوا لأمين المكتبة لاستعارة كتب عايزين نعرف التلاتة هيوجفوا وراء بعد الزد أول شيء هرمز لكل واحد فيهم برامز يبقى رائد هرمز لبرامز الراء قاسم هرمز لبرامز القاف فؤاد هرمز لبرامز الفاء المسألة دي أبطال ما بتتحلش إلا بطريقة القائم المنظمة لو جنا حاولنا نحلها بطريقة الرسم التجري هتطول معي ومش هتتحل وهتبقى صعبة جدا في حلها إنما طريقة القائمة المنظمة بتنفعني في المسألة لشكل دي طيب لو تتذكروا مع بعض في المسألة اللي احنا لسه شرحينه حج فيصل وعلي وماجد كان ثلاث طلاب عايزين يجلسوا بجوار بعض في الحافلة نفس الفكرة بالضبط رائد وقاسم وفؤاد هنخليهم يوجفوا بصف وراء بعض هاخدهم بنفس الترتيب اللي موجود عندي رائد ثم قاسم ثم فؤاد احنا اتفاجنا على إن القائمة المنظمة ليه سميت منظمة لإن بنظم إجاباتي وأنا بفكر بخلي رائد في البداية يبقى سبت رائد في البداية وابدل بين فؤاد وقاسم خلصنا رائد ندخل على قاسم مثل هنخليه هو اللي في البداية ورائد وفؤاد وراء وقاسم هنا وهنبدل بين فؤاد ورائد طريقة ثالثة أو نخلي فؤاد هو اللي في البداية ونبدل بين قاسم ورائد هذه فؤاد في البداية وقاسم ورائد هنبدلهم مكان بعض هنا هنخلي قاسم في البداية وبعدها رائد هنا هنخلي رائد هو اللي في البداية وبعدها قاسم عدد الطرق المتاحة بالنسبة لي في الوقت ده واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة يبقى ستة طرق يمكن ان يوقفوا او يصطفوا بها رائد وقاسم وفؤاد في صف الاستعارة كتب اتمنى ان يكون فيهم للدرس وسمحوني اذا كان فيه اي تقصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته